السلام عليكم ذكرتكم بالحلقة اللي طافت ان شون الواحد يقدر يهيئ الجسمه قبل قيام الليل عساس ان تزودوا جسمكم بطاقة وما تحسون بالتعب والخمول قلنا اول شي ان الواحد يأكل فطور خفيف ولتثقلون وحاولوا تتبعوا النصائح اللي ذكرتها اول يام رمضان تاني شي ذكرتها ان لازم تريحون جسمكم الراحة جدا مهمة اللي ما ينام العاصر مثلا و اللي قاعد يمتشل الصبح حاولوا ان عقب التراويح تاخذون اسمول باور ناب عساس تو ريشارج جسمكم ثالث شي اللي يشرب الشاي والقهوة هاي نقطة جدا مهمة حاولوا ان توقفوا نشربها من الساعة 12 عساس المنبهات هذه تكرمون الدر البول وراح تتوحيقون وتتشتتون اثناء قيام الليل وان شاء الله تتبعونا صحيح هذه اموركم راح تكون طيبة و الله يسر لكم ان شاء الله ويسهل عليكم قيام الليل